سيد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات يعني إذن انتهى المدى السعري امبارح بتاع تسعير الأرز هل أنتوا طالبتوا بيه عدم بقى مده فترة أخرى يعني هو انتهى مش إلغاء هنا عشان أكون دقيقة في النص هو انتهى المدى السعري بتاعه سميها بقى تسعيرها جبرية مدى سعري واتفر فهل بلختوا من أنتوا الأسعار دي هتكمل ولا مش هتكمل ولا هيتطرحوها مرة تانية ولا ايه مساء الخير على حضرتك ومساء الخير على كل المشاهدينك وكل سنة ومصر الضيبة بمناسبة الإسراء والمعراج تفضل ثانياً حضرتك هو القرار انتهى خلاص مش هيكون في مدى إن شاء الله وده طبعاً احنا مش مرسوطين لكده ولكن هو زي ما وضح الدكتور إبراهيل إنه لم يأتي في مرة إحنا حسينا المضارب النهاردة بعد أن القرار توقف حسينا المضارب إنه ما يكونش فيه رفع الأسعار نهائي هو عشان يكون واقعي مع حضرتك وربما يحدث لمدة أسبوع ارتباط في السوق شوية وحيكون فيه بعض ناس حتزايد على هذا الموقف لكن السوق في خلال على أقصى تقدير من أسبوع لعشر تيام حيكون يعني شغال حسب العرض والطلق ليه؟ هتقول لي إدموع أو عشر تيام هقولك المناطق الكبيرة اللي زي كرفور وزي مترو والمناطق الكبيرة دي في الأسواق ما كانتش بتعرض رز أو كانت بتعرض رز في كميات بسيطة لأن هذه الأسعار ما كانتش مناسبة مع سعر الشعير فعشان كده يزيل المناطق نتمنى أنها تأخذ بالعرض فقط وليسى للتخزين ويكون المعروض بتاعها هي اللي بتستلم فقط حتى لا يحدث مزاهدات على أسعار وفي هذه الحالة إن شاء الله مش هيكون فيه ارتفاع في الأسعار كبير ولا أي شيء ده رقم واحد رقم اتنين هو ما كانش فيه أسبة كان لحضرتك لو بتطلع من أي بار كبير بتخش على أي سوبر ماركت تغير في جميع الشوارع الفرعية كنت بتلاقي الرز أو بعشرين وواحد وعشرين وبالتنين وعشرين كنت بتلاقي أي كمية أنت عوزها فهو القرار ده لصالح السوبر ماركت الكبير اللي هو ما كانش بيعرض رز لأنه ما كانش لايب الأسعار الإرشادية اللي كانت تغير وهي دلوقتي هو يعني نتوقع سعر الرز حيبقى كم وهل نتوقعه بمتوفر لأن الفترة اللي فاتت ما كانش فيه رز في أماكن كثيرة وحضرتك عارف فدلوقتي ما هو السعر الذي نتوقعه للأرز في الفترة المقبلة يعني متوقعين إيه والله حضرتك فيه بعض الشركات ربما توصل لخمسة وعشرين جنيه يعني فيه شركات ربما النص بتطلبها بالإسم فخلاص هو اللي عاوز الشركة دي بالإسم أو الشركة دي بالإسم حيأخذ ربما لحد خمسة وعشرين جنيه لكن الرز متوافر أساسا لحد واحد وعشرين واثنين وعشرين وثلاثة وعشرين جنيه من الأصناف الثانية كله وكلها أصناف متقربة من بعضها لكن بقول لحضرتك زي ما الدكتور براهيم وضح وقال النهاية السلعة السمونية قلمت عن ممارسة لاستراد الأرز المصارد أو الاستراد الأرز أنا بقى أطمر حالتك وبطمر المواطنين أن القطاع الخاص كمان دخل الاستراد الأرز وستاخد كميات كبيرة جدا يعني إن شاء الله على النصف الأول من ممارس يكون فيه كميات رز كبيرة جدا 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 عشان كده نقول للمواطنين أو المنتجين اللي عندهم رز بنقول لهم نتمنى أنكم تطلعوا الرز اللي عندكم لأن الفترة الجاية مش هكون فيه فرصة أن تنافس على الأسعار اللي هي موجودة حاليا طب عليش أنت بتطمن المواطنين يا أستاذ رجب إن الرز عايبة بـ 23 جنيه و 25 جنيه ما ده مش طمأنة يعني هنا برضو ده برضو دي أرقام عالية قوي يعني إحنا خرجنا من 12 لـ 15 لـ 18 للـ 23 لـ 25 ما ده برضو زيادة وإحنا بنتكلم هنا على منتج محلي بيتزرق في الأرض على فكرة يا باسم بس هو تذكير لحضرتك ولكم السادة المشاهدين إن الأرض اللي فاتت كان في نفسها زيلة فعلا برقم روح رقم اتنين أنا معاك إنه هو إنتاج محلي ولكن اللي بيبيعه بيبيعه من أجل الشراء أشياء أخرى فأنا مش هينفع أجي أقوله والله ده إنتاج محلي دولي بسعر كذا وروح يشتري أنت بالتصعير الحديثة من بعض إذا كان بيروح يشتري أي شيء النهاردة بديل عنه لأنه هو بيبيع صنف بتاعه أو بيبيع إنتاج زفعته عشان يروح يشتري أي شيء تاني فأنت حضرتك شايفة الدنيا كلها ارتفعت أسطارها مش للأرض فهو لما بيبيع الرز بتاعه بروح يشتري بديل هل استيراد الحكومة هل استيراد الحكومة للرز بالنسبة لكو مزعج ولا بالنسبة لكو إيه أكلاصا يمكن مش عاوز أقول لحضرتك إن إحنا طالبنا في دوم الأيام لما حدث كده طالبنا شعبة روز طالبنا باستيراد أرض ولكن عشان نكون واقعي كنا بنطلب على استحياء لكن رغم زائد السيد الوزير استجاب طلبنا وبيأعلن عن مناصة وبقول لحضرتك موس موس بدليل إن القطاع الخاص في حوالي عشر شركات قامت باستيراد روز وزي ما بقول لحضرتك وبوضح لأستاذ المشاهدين في أول شهر ثلاثة حيكون الأرض مستورد موجودة وبكميات كبيرة زي ما سبق والقطاع الخاص هو الاستورة يعني القطاع الخاص هاستورد كمان أكثر من الحكومة يعني الحكومة تقدم لها حوالي بيها خمسة وعشرين أكثر القطاع الخاص ربما يكون فيه أكثر من ذلك نعم شكرا أستاذ رجب شحات رئيس شعبة الأرض بتعدى الصناعات ترجمة نانسي قنقر